أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة تريند الأهل تريند الأهل هنشوف المحتوى الموجودة عبر السوشيال ميديا واللي اتكتب عن الأهل خلال الساعات القليلة الماضية طبعا بنتكلم على أبطال السلسية الأهل حاليا دخل العالمية وبيستعد لبطولة كاسة عام الأندية فبالتأكيد فيه تفاصيل كتيرة نبدأ مع بعض بالنادي الأهل ينافس الريال لمدريد وبرشلونة وباير يونخ على جائزة نادي القرن الواحد وعشرين من خلال جلوب سكر في المرحلة الثانية من التصويت ده تصويت للأندية اللي ممكن تكون الأفضل والأقوى والأشهر في القرن الواحد وعشرين ده شايفيني الأهل مع برشلونة وريال مدريد وباير نا ميونخ أسامي أندية عالمية وطبعا نادي الريال كان نادي الملكي كان أرسل تهنئة للنادي الأهلي على فوزه بالبطولة التسعة دوري أبطال إفريقيا طيب منكمل مع بعض وبتأكيد الجمهور لازم يكون لي دور في مسألة التصويت على هذه الجائزة الصفحة الرسمية في الجول على الفيسبوك كتبوا كبير أفريقيا ينافس كبار العالم على لقب تاريخي رسميا الأهل ينافس برشلونة وريال مدريد وبايرن على جائزة أفضل أندية القرن الواحد والعشرين من خلال جلوب سكر للتصويت على الجائزة في لينك موجود للتصويت على الجائزة وده لقب تاريخي جمهور النادي الأهلي هيكون شريك أساسي في حصول النادي الأهلي على هذه الجائزة الكبيرة معنا أيضاً من الصفحة الرسمية للنادي الأهلي على الفيسبوك نشروا تاريخ الأهلي وأن سلاسية الموسم المنقضي لم تكن الأولى في التاريخ وبإذن الله لم تكن الأخيرة فبلغ منصات التتويج عدة مرات في الموسم الواحد عقيدة تاريخية تتورصها الأجيال لدى أبناء القلع الحمراء الأهلي البطل التاريخي للقرى المصرية والأفريقية وقدامنا السلسيات التي تحققت الفترة الأخيرة والربعية كانت موسم 2008-2009 والخماسية مرتين أن نرجع لها لأن هذه الإحصايات التاريخية عليك كأهلاوي أن تفتخر بقيمة ومكانة النادي الأهلي العريق لأكين